الصحف الإسبانية مرة أخرى مش فاهمة ماذا يحدث بعد وصول ما يقارب ألف جزائري وجزائرية نساء ورجال وفيهم حتى أطفال إلى إسبانيا خلال الأربع أيام هذه فقط في 72 هذا أكثر من 700 جزائري حرق فار هارب من وطنه هارب من بلاده لأنها ضاقت به الناس الأحوال ومرة أخرى الإسباني لا يفهمون ذلك ولا يفهمون لماذا أرض هي في الحقيقة أكبر من إسبانيا بكثير عدد سكانها أقل من إسبانيا ثرواتها ضخمة بشرية ومادية وموقعها استراتيجي لديها إمكانية هائلة ومع ذلك يريد الجميع أو قل تقريباً الجميع أن يفر أن يهرب أن يغادر ولو في بوطي وللأسف من اليوم من الناس اللي تجهوا إلى إسبانيا وغرق بوطي في 17 شخص لا يعرف ما يصير في جهة بومردس لا يعرف ما يصير الذين كانوا عليهم هل غرقوا هل نجوا ما هو أوضاحهم لأن الأخبار هذه اشتهى الآن فقط في إسبانيا كما في أوروبا كما في كثير من أماكن العالم يتساءل العالم لماذا يهرب الجزائريين من وطنهم ما همش اليمن ما همش سوريا ما همش العراق ما همش ليبيا باش نذكر فقط هذه الدول التي تطحنها حروب أصلها وأساسها قامت بها الثورة المضادة رداً على ثورة الشعوب لأرادت أن تعيش حياة عزيزة حياة كريمة في أوطانها فقامت الثورة المضادة بقيادة مجرمي الإمارات والسعودية وبدعم من بعض الدول الغربية وبدعم روسي صيني أيضاً قامت من قلب الأوضاع على شعوب المنطقة إذن الجزائر ليست في هذه الحال ليست في حالة حرب مع ذلك الأوضاع السيئة والمداخيل ضعيفة والبطالة والعطالة تمس الملايين والناس تشتكي تقريباً فيش يوم ما تجيش رسالة أو صرخة من عند ناس مظلومين اللي عندهم أصحاب الليسانس اللي مش مرتبين لهم عقودهم عقود ما قبل التشغيل الدكاترة اللي معطلين قدماء الجيش اللي كثير منهم يعيش حالة مزرية وفي قدماء الجيش أصناف كثيرة جداً هذا ناهيك عن الإضرابات اللي من حين لآخر تظهر مظاهرات الاحتجاجات والقمع الشديد لكل من يطالب بحقه والسؤال مرة أخرى لماذا هذه الحالة في البلاد؟ لماذا الأوضاع تبدو في الجزائر كل يوم أسوأ من اليوم اللي قبله؟ لماذا الأوضاع الآن في 2022 أسوأ مما كانت عندما انتفض الشعب الجزائري؟ في زمن حكم المحنط والعصابات كما حتى سماهم ختمنا عندنا التسمية وعادها قيد صالح لماذا؟ لأن البلاد تحكمها مافيا عسكرية وفي يدها مخابرات إرهابية المساعد وضع هذا في الإعلان على الفيسبوك على هذا اللايف وضع هذا الشعار وهذا الشعار مزعج جدا مزعج جدا للمافيا العسكرية وللمخابرات الإرهابية ولواجهتهم المدنية مزعج جدا إلى درجة أنهم يحركون وحركوا وما زالوا الذباب والمرتزقة واللي قلبوهم والثورة المضادة ويعتقدون أنهم يؤثرون علينا هنا أتحدث بالجمع ليس تعظيما لنفسي وإنما جمعا لآخرين كثيرين يؤمنون أن هذا الشعار هو شعار حقيقي عميق صرخ بالشعب ليس كرهان لا في الجيش ولا في كما يسموها المؤسسة العسكرية وإنما رفضا لحالة القهر والقمع اللي تسود في البلاد للتعذيب اللي يحدث في الثكنات ويحدث في السوصول ويحدث في الكازيرنات ويحدث عند البوليسية وعند الدرك وعند المخابرات هذا الشعار عبر به الشعب بغضب شديد وكانت القدرة اللي أفضت الكأس وخلى الشعب الجزائري يخرج بهذا الشعار هو عندما خرج ذلك الشاب وعمره 25 سنة ليقول في أعتقد كانت في فبراير 2021 لقد تم اختصابي في مراكز المخابرات فيما يسمى مركز عنتر والشعب الجزائري يسمىه مركز عبلة كان ما يسمى يومها بوكيل جمهورية كان طالب له المؤبد بعد أن صرخ بهذه العبارات وضجت الناس وغضبت الناس في داخل القاعة وخارجها أطلق صراح ذلك الشاب وليد نقيش في ساعات بعد ذلك من المؤبد إلى ساعات إلى إطلاق صراحه لأنهم بالفعل شعروا بأن قنبولة قد انفجرت في وجوههم وتبنى الشعب الجزائري عندما عاد الحراك بعد الكورونا في 22 فبراير وقبله كان عاد في بعض المدن بما فيهم خراطة أعتقد في 16 فبراير تبنى الشعب الجزائري هذا الشعار وهذا الشعار اليوم يريدون أن يختفي يريدون أن لا يقال يعتقدون أن من يقول لن يجدوا مع حل إلا أن يخرجوا ذبابهم وأعزكم الله كلابهم والكلاب أشرف منهم وأذنابهم وأتباحهم واللي سواء كانوا خادمين بهم من زمان أو اخترقوهم هذا هو الشعار لمرعب وهذا هو الشعار اللي طلب مني وطلب من حركة رشاد ومكثير من الأحرار أن نسكت عليه أن ننساه الأمر ليس لنا أن ننساه أو لا ننساه الأمر هو الشعب الجزائري لأن الشعب الجزائري هو اللي يرفع هذا الشعار الشعب الجزائري ما رفعوش من فراغ والدليل أن الشعب الجزائري ما رفعوش حتى في 22 فبراي 2019 شعارات مشابهة كينين بما فيها جنرال أبوبيل الجزائري سدي الاستقلال وشعارات أخرى كثيرة لكن هذا الشعار بالذات رفع بعد سنتين من اندلاع الحرك وبعد أن شافوا الناس أنه في أيام الكورونا بدل ما العصابات اللي جاب التبون وحطاته على رأس الدولة وهي من الخلف المافيا العسكرية ومخابرات الإرهابية بدل من أن تحل مشاكل الجزائري عذبتهم أكثر وفا أكثر في زمن الكورونا بالغرامات بالإغلاقات بالحقرة طبيعي في كثير من دول العالم كانت هناك إغلاقات لكن كان هناك منطق كان هناك أمور واضحة وليس بطريقة اللي يتعاملوا بيها مع الشعب الجزائري واللي وصلوا في الكورونا أيضا أنه مجوعوه والناس كانت تدير لاشين على السميد بشكل رهيب وشفنا كيفاش كانوا يرمون الناس وكان الجزائر تعيش حالة حرب واعترفوا هم في حصيلة من حصيلاتهم قالك في السنة الأولى تعل الكورونا أكثر من 500 ألف سيارة دوها المحشر دوها الفوريار أكثر من 950 ألف غرامة باعترافهم هم وهذه رأي موجودة وكنت كلمت عليها في وقتها تعذيب للجزائريين وهذه انتهت الكورونا وما زال عذاب الجزائريين مستمر وما زالت المخابرات الإرهابية تعاقب الشعب الجزائري بكل الطرق يكفي أن يعاقبوه بالإرهاب الإداري يكفي أن يعاقبوه بالبراجات التي منتشرة في كل مكان يكفي أن يعاقبوه بقطع المياه بما فيها في العيد كما شفنا في العام اللي فات والعام اللي قبل وفي العيد الكبير يعني يقطعوا تقريبا إلى غلب المدن يكفي أن يعاقبوه بما مر عليه في رمضان رمضان وارتفاع أسعار لهيب بتاع الأسعار يكفي أن يعاقبوه بعلق غلق شركات ويفلال شركات يكفي أن يعاقبوه أننا الآن عندنا أكثر من مليون عاطل من زمن بداية الحركة إضافة وأن الأوضاع الاقتصادية تنهار وبرغم أن البترول الجزائري وصل أول أمس إلى 140 دولار أو قارب 140 دولار بمعنى أنه ما فيش نقص تعمد فيه صحيح ما نعناش نبيعوا بترول كثير وما نعناش نبيعوا غاز كثير نتيجة لإدارتهم الإجرامية لكن ما نعناش مثل الدول اللي ما عندهاش بترول وما عندهاش غاز ومع ذلك أكثرية الأدوية اللي يحتاجها الناس ما كانش مع ذلك تروح المستشفيات خراب وجابوا دارونا السيرك بهذاك المستشفى التعنابة وكاننا كين مستشفى فقط في عنابة اللي الأمور ما تمشيش فيه ما هوش القاعدة أن المستشفيات كوارث في الجزائر شعب قال هذا الشعار مخابرات إرهابية لأن هذه العصابة بعد سنتين قال هذا الشعار لم تسمع لعشرات المبادرات اللي تقدموا بها جزائريين أحيانا مبادرات فردية وأحيانا جماعية وأحيانا مجموعة مجموعة أشخاص وأحيانا حركة هنا أو حركة هناك أو حتى مجموعة حركات أو ولم يسمعوا الشعب الجزائري وشعب جزائري مش يطالب المحال مش يطالب القمر جيبونا القمر ولا طلعونا ليه ولا يطالب فقط أن تكون لنا دولة مثل الشعوب المحترمة أن تكون لنا دولة قانون دولة عادل وخابرات إرهابية نعم وجنرالات الجيش بعضهم تحولوا إلى مافيا عسكرية نعم وهم الذين يحكمون في البلاد نعم والواجهة المدنية لا تساوي شيء عندهم إنما هي للضرورة مكياج مثل ما تقوم به بعض النساء كي جي خارج بر لازم ندير الماكياج لعلها يظهر وجهها بطريقة أفضل نحن أيضا الواجهة المدنية هي ماكياج للعالم الخارجي للقوى الكبرى والصغر التي تعاونهم في الغرب وفي الشرق نظام هذا تعاون الدول الغربية ويعاونه الصين ويعاونه الهنود ويعاونه الروس ويعاونه الإماراتيين ويعاونه القطريين ويعاونه الأتراك ويعاونه مكيش جيها مش تعاونه طبعا هذه الدول كل واحد وثمن تدفع من أموال الشعب الجزائري الإسبان عاونوه وسلموا الأحرار فكانت العصابة نزلت لهم على أشياء كثيرة بما فيها أسعار الغاز بما فيها المنطقة الفاصلة بيننا وبينهم في البحر إلى آخر مخابرات إرهابية نعم سألوا على الناس اللي ماتوا هذة الأيام سمعنا اللي ماتوا داخل السجون بما فيهم حكيم دبازي وآخرين قبله وبعده في أكثر حالات ما نسمعوش أو الناس ما تسمعش لماتوا من القهر لماتوا لما أعطوش الدول لماتوا لأن الحياة داخل السجون جحيم وهؤلاء معتقلين هؤلاء طالبوا فقط بدولة مدنية مخابرات إرهابية لأنها أضعفت البلاد وخلات القوى الكبرى تدخل على أجواء بما فيها الطائرات الفرنسية اللي ما زالت راهي الأجواء الجزائرية مفتوحة لها حتى لما تخاصموا معهم قالوا ما نغلقوش على كل الطائرات نغلقوا فقط على الطائرات اللي تروح تقنبل في مالي وغير مالي أما بعدها ففتحوا كل شيء مخابرات إرهابية وما في عسكرية لأننا ثاني أكبر مشتري للقمح في العالم والثاني أكبر مشتري للحليب وغبرة الحليب في العالم هذه ليست مبالاة هذه حقائق بل أن في القمح مرة مرة تجاوزوا المصريين نشيروا كثير منهم مخابرات إرهابية لأنها في حين تستولي المافيا العسكرية رسمية على ربع الميزانية أكثر من 11 مليار دولار كل سنة مئات الآلاف من قدماء الجيش يعيشون في حالة بؤس ومظاهراتهم واحتجاجاتهم وغضبهم ويأسهم وأحيانا حتى انتحار بعضهم لا يتوقف وكان ممكن 2% أو 3% من الميزانية هذه المنهوبة تحلل مشاكلهم مخابرات إرهابية لأن النهب ما زال مستمر ولأن المخابرات الإرهابية بدل ما أن تحمي الوطن أصبحت تحمي عصبا تعمجرمين كم شا مجرمين مخابرات إرهابية لأن عاشر مساحة في العالم ما زالت تقتات في أغلب أدواتها سواء الطبية أو الغذائية أو اللباس أو تكنولوجي من الخارج مخابرات إرهابية لأن عذب الشعب خروج واللي حاب يخرج تعذب في الداخل واللي حاب يدخل تعذب في الخارج وغلقوا البلاد وما زال برغم أن الكورونا كادت أن تنتهي إلا أن ما زال إغلاق في عدة جهات ترك نوري لكم بعض الفيديوهات وراكم شفتم الجزائريين اللي كانوا في حالة خصومة وصراع ودواس وعياد في مارساي في ليل في ليون في فرنسا في إسبانيا بشيش رتيكيات مخابرات إرهابية ومافيا عسكرية لأنهم هم يسكنون القصور والفلات والأماكن المحروسة ومناطق خضراء وفي الغالب لا يدفعون ثمن لا الكهرباء ولا الماء ولا الانترنت ولا أي شيء بينما أغلبية الشعب يعيشون في أحياء سيئة فيها الفساد العظيم فيها النهب فيها السرقات فيها اللا أمن فيها تسقط شوية أمطار يغرقوا مخابرات إرهابية لأنها هي لتختار أسوأ رؤساء البلديات بينما يوطيحون بقوائم اللي يكونوا فيها ناس نزهاء أو ناس نضعف مخابرات إرهابية لأنها حولت ما لديها من اختصاص في النظر في تعيين المسؤولين إلى أنها أصبحت تجيب أسوأ المسؤولين لعندهم ملفات أخلاقية وعندهم ملفات مالية وعندهم نهب باش يتحكموا فيهم وليس أن يختاروا أفضل ما هو موجود عن الجزائريين مخابرات إرهابية لأن هاي حدودنا كلها متوترة وشديدة التوتر حتى مع تونس الحدود الآن مغلوقة تفتح للبعض فقط مع ليبيا مغلوقة مع النيجر مغلوقة مع مالي مغلوقة مع موريطانيا مغلوقة مع المغرب مغلوقة منذ ما يقارب 30 سنة وإذا كانت ليست هذه المخابرات هي مسؤولة على كل ما يحدث فهي مسؤولة على أجزاء أساسية منها مخابرات إرهابية لأن الصحراء أصبحت مقسمة عندهم عليهم باسم أنها أماكن أمنية أو أماكن عسكرية أو منها ينهى بالذهب وتنهى بالمعادن الثمينة ومن تفهم منها مواد ثمينة وأهلنا في الجنوب معاناتهم مضاعفة أكثر من غيرهم حتى معاناتهم بائسة يعيشون حالات بؤس أكثر من الجزائرين الآخرين بينما الصحراء مليئة بالثروات مخابرات إرهابية لأنكم تتابعوا في الأحرار ليطالبوكم بدولة دولة حق دولة قانون دولة عدل في حين أنكم ساكتين بل أنتم جزء من النهب العارم من تهريب الأموال اللي رهما زال يحدث بلا حدود مخابرات إرهابية لأنها تزور الانتخابات تتدخل في الشأن العام تعتقل الناس في الليل والنهار تخوف تسجن تخوف الأسر هل تعلمون أن من بين هذون اللي قالوا لهم أرواحوا ودخلوا وعطاهم تعهدات وما يخصكم ولا شيء ولما الشمل علمت أنه من بين أربع اللي دخلوا على الأقل الثنين منهم إلا موش كلهم في الأربع لكن الثنين متأكد لأن المصدر الخاص اللي أبلغني أكد لي الموضوع الثنين منهم الآن قاعدوا 15 يوم في الحبس دخلوهم على أساس وفيش لم الشمل ما فيه 15 يوم في الحبس وفي حبسهم في تحقيقات موضنية مش راح نذكر أسماءهم إلا إذا كان هذا في مصلحتهم وإذا ما طلقوهم مش راح نذكر أسماءهم ربما في اللايفات القادمة من بين هذون اللي قالوا لهم لم الشمل لم الشمل صحيح أن الأغلبية العظمى ما تصدقش هذه العصابة وما دخلتش ومش راح تدخل رغم العملاء اللي رغم يخدموا لهم أحد هذا العملاء أو كان عندهم وهو رجع البارح ولا للبارح في الوقت المناسب نعاود ونذكروه بالتفاصيل لأنه يعقوم بعمل قدر جدا إذا من بين هذا الرابعة ولا خمسة اللي دخلوا على الأقل اثنين منهم 15 يوم في الحبس والأيام والآن رغم ممنوعين من المغادرة باش يعاودوا يرجعوا للبلدان اللي كان فيها لحد الآن رهم ممنوعين ما عندهمش عاهد قلناها لهم أنا أصلا قلتها شخصيا قلتها هنا وقلت للناس انتبهوا راكم ممكن يغروا بيكم نعم الناس تحتاج وطنها وتتوحش أهلها وتتوحش طراب بلادها وتتوحش لهواتع بلادها لكن راكم مع مافيا عسكرية ومخابرات إرهابية بل أن اللي كانوا يشغفوا على هذا قائد المخابرات الخارجية هذا محفوظ مقري والمجرم حسين بولحيا اللي كان معاه وصى لك هذا اللي يسموه نكاع الآن اللي راه موقوف أو اللي راه أصلا دخلوا للسجن أو على بواب أن يدخلوا للسجن وآخرين في المخابرات الخارجية وقلنا لإخواننا هؤلاء وقلت هنا هنا في اللايب إياكم أن تصدقوا هذه المافيا أقل شيء يشربوا لك في المرار في التحقيقات وهو الآن ثبت لدي أن اثنين منهم على الأقل قضوا 15 يوم في الحبس وما زرهم شدينهم وما زلت تحقيقات وما زروا هنا وروح هنا ويحقوا معاهله وما نشعر فين وقتاش يخلوهم يخرج مخابرات إرهابية ومافيا عسكرية لأنها ساهمت في وضع مسؤولين فاسدين ومفسدين على رأس الشركات على رأس الولايات على رأس المحاكم على رأس المجالس القضائية على رأس الكازرنات على رأس الثكنات كلما كنت فاسدا ومفسدا ومجرما وفاجرا كلما حطك المخابرات الإرهابية على رأس المسؤوليات باش يتحكموا فيك مخابرات إرهابية لأنها ترسل في عناصر المخابرات وعملائهم وتصرف في أموال ضخمة على عملائهم أو لقلبوهم باش يهاجموا الأحرار وعندهم عناصرهم في عدة دول يعسوا ويترقبوا وين هذاك ساكن وين رايح وين جاي ومنش عارف فقط لأن هؤلاء الجزائرين يريدون الدولة مدنية والحقيقة نقدر نبقى نعدد إلى الغد لماذا قال الشعب الجزائري مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية وستسقط بإذن الله ستسقط لأنكم ضد التاريخ ضد المنطق ضد العقل ضد السنن الكونية أفشلتم أفشلتم هذه البلاد أتعبتم هذه العباد حولتم حياة هذه البلاد إلى جحيم اللهم إلا قلة قليلة جدا ناهبة وما زالت تنهب وتهرب في الأموال أطفال يموتوا لأنه لا يوجد دواء بينما العصابات اللي وجعوا راسه يروح عالش في الخارج اللي علمهم السحر أبوه من الزار في الاعتقال الأول أنت 2011 قال لك رح لسويسرا باش يتعلم كيفاش يبطل الدخان والمصاريف من عند أموال شعب كان يسكن في الليلة الواحدة 15 100 يورو أقل شي في الفنادق في المندق اللي كان يسكن فيه أقل غرفة 1500 أورو في الليلة وكانوا بعض إخواننا راح هناك وصوروا أنا عارف أن كلمة مخابراتي إرهابية ترعبكم وتزعجكم وتقلقكم وأني عارف أنكم شانين علينا حملة عنيفة من طرف بعض الأذناب بعض اللي قلبتوهم بهذا السبب لكننا والله لن نتراجع على هذا سنتراجع في حالة واحدة عندما تقبلون أن يقرر الشعب الجزائري مصيره أما أن تخرجون لنا أقدر الناس أجرم الناس أخوان الناس ليهاجمون الأحراء وتعتقدون أن هذا والطريق ركم خلطي والله لن تزيدوننا إلا شراسة وثبات ونعرف أن هذا يرعبكم وسنستمر به وسنظل نقول هذا الكلام عندما تقبلون الشعب الجزائري قرر مصيره يقيم دولته وتعودون إلى الثكانات انتهى الموضوع خلاص الحراك لا يوجد نزهة ثورة الناس لا يوجد نزهة ومش اختيار هو اضطرار هو ضرورة قصوى لأن الناس عارفة أن أمامها مباما بضعة أشهر أو بضعة سنوات فقط باش تنقذ البلاد من الانهيار الشامل وكل المؤشرات راه يتمد بأن البلاد راه يريحها إلى كوارد حقيقية وبأن إدارة البلاد راه إدارة إجرامية بكل معاني وبكل مقيس مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية مهما بعثرتم المال مهما اشتريتم الذمم مهما خوفتم مهما رهبتم مهما رغبتم الشعب مصر أن يحرر بلاده مش عارفين الثمن لكن الشعب مصر على ذلك وانتم مصرين على العبث وعلى الخداع وعلى الكذب وعلى استخدام كل أصحاب النفوس الضعيفة لتشرهم أحياناً برين ريزيدونس أو ببضعة آلاف أو بوعود مقابرات إرهابية قالها الشعب والشعب صادق فيها وعميق فيها ولم يظلمكم إنما أنتم الظالمون أنتم مجرمون أنتم مخادعون ترجمة نانسي قنقرات إرهابية